في ظرف ثلاثة أشهر فقط استوردت الجزائر أكثر من 750 مليون دولار من السيارات والشاحنات والحافلات النسب مصنعة الموجهة لمصانع التركيب المحلية مرتفعة بحوالي 300 مليون دولار عن نفس الفترة من السنة الماضية حسب الأرقام التي تحصلت الشرق نيوز على نسخة منها من مصالح الجمارك وكانت قيمة السيارات النسب مصنعة قد وصلت إلى 644 مليون دولار مقارنة بـ 360 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية ارتفاع ضخم يأتي متزامنا مع حملات المقاطعة الشعبية لشراء السيارات الجديدة بسبب هامش الربح الكبير الذي تأخذه هذه المصانع وتطرح أكثر من علامة استفهام حول القيمة الكبيرة لهذه الواردات فرغم هدف الحكومة لرفع نسبة إدماج الصناعة المحلية في قطاع السيارات إلا أن أرقام الجمالك تأتي دائما عكس نية الجهاز التنفيذية أما قيمة استيراد الشاحنات والحافلات النسب مصنعة فقد سجلت 106 مليون دولار منخفضة بحوالي 61 مليون دولار عن 2017 وجاء في تقرير المركز الوطني للإعلام الآلي أن الجزائر استوردت مركبات خاصة موجهة لبعض القطاعات العمومية بقيمة 89 مليون دولار ليرفع هذا من فاتورة استيراد المركبات ويجعل من كل القرارات الحكومية حبرا على ورق ليزيد من حدة انتقادات الخبراء لهذه السياسة التي لم تقدر حتى الآن على تلبية حاجيات السوق الوطنية وتساهم في كبح الأسعار فكيف إذن بتصدير السيارات؟ وإذا ما استمرت وردات السيارات النسب مصنعة الموجهة للتركيب ستفقد الجزائر أكثر من 3 مليون دولار من احتياطي الصرف الذي تنادي بالحفاظ عليها